أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة استناد مصار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية على حل الدولتين بما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة جاء ذلك خلال استقباله لرئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية كيم جين بيو وعدد من عداء البرلمان الكوري وذلك بحضور المستشار حن في جبال رئيس مجلس النواب وصلاح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن أبرز مستجدات القضايا الإقليبية والدولية وفي مقدمتها تطورات الأزمة الراهنة على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي حيث تم التوافق على أهمية العمل لمنع التصعيد لما له من تداعيات خطيرة على الأوضاع الإنسانية وأمن واستقرار المنطقة بالكامل كما شهد اللقاء تأكيد الاعتزاز المتبادل بالروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين الصديقين والإشادة بالتطور الذي شهدته العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة لسيما على الصعيد البرلماني مع الإعراب عن التطلع لمواصلة استكشاف أفاق تطوير العلاقات وأضاف متحدث الرئاسة أن اللقاء شهد التباحث حول تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك في عدة قطاعات وكذلك سبل تعظيم استفادة مصر من الخبرات الكورية العريقة في الصناعات التكنولوجية وفي توطين مختلف مكونات صناعة النقل والطاقة الخضراء والمتجددة وزيادة المكون المصري في عملية الانتاج ومن جانبه نوه رئيس برلمان كوريا الجنوبية إلى أن زيارة الرئيس السيسي التاريخية لسول في عام 2016 كانت نقطة تحول في مصاري العلاقات بين البلدين